عمقت سيطرة تنظيم داعش على مدن شمالي العراق وغربها في منتصف عام 2014 وما أعقبها من معارك طاحنة وموجات نزوح وجائحة كورونا عمقت المشاكل التي يواجهها أطفال العراق أكثر من مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العراق في ظل تأثر 4.7 مليون طفل عراقي بسيطرة تنظيم داعش على عدة مدن والتي تسببت في مشاكل عدة ارتبطت بالنزوح وعدم تلقيهم لقاحات وفقدانهم لذويهم وتعرضهم لأضرار جسدية وإجبار 3.5 ملايين منهم على ترك الدراسة عداك عن الآلاف من حالات الخطف وتعرضهم إلى أنواع بشعة من الإساءات والاستغلال وكل ذلك مشاهدين بحسب إحصائيات اليونسيف يصنف العراق بين أعلى ثمانية بلدان في العالم على صعيد عدد الأطفال المحتجزين بسبب النزاعات المسلحة طفلين من أصل خمسة أي بنسبة 37.9% يواجهون أشكال متعددة من الحرمان سواء في التعليم أو الصحة أو ظروف المعيشة أو الأمن المالي ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم وهم يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر حيث يوجد طفلان فقيران بين كل خمسة أطفال عداك عن أن ثلاثة من أصل خمسة أطفال لا يستطيعون الوصول للمدارس فهل تحرك هذه الأرقام المذكورة ضمائر ساسة العراق لتغيير واقع أليم لم يسلم منه لا الصغير ولا الكبير سيما وأن كل ما يمر به العراق نتج عن سلوكيات وفساد الجهات والأحزاب السياسية في البلاد كما يقول مراقبون